دعت وزارة الأوقاف والإرشاد خطاباء المساجد والعلماء والدعاء لتذكير المواطنين بأهمية القضية الفلسطينية والقنوذ في الصلوات بالدعاء في عموم المساجد لنصرة أهلنا المحاصرين في قطاع غزة ونوه التعميم الصادر عن مكتب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة التذكير في خطاب الجمعة ووسائل الإرشاد الأخرى بغضية المسلمين وقبلتهم الأولى كما أكد التعميم على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس والأرض والوقوف في وجه العدوان الصهيوني والتصدي لإرهابه وجرائمه والحط على الدعاء في الصلوات وخارجها لإخواننا الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر